عودة لاجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الحكومة ومليشة الحوثي ضمن مهمة على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في عرض البحر الأحمر في محاولة جديدة لإحداث اختراق وتقدما في ملف الحديدة أحد أبرز ملفات اتفاق ستوك هورم المتعثر بعد أن ضاقت الأرض اليمنية بهذه اللقاءات بسبب رفض مليشة الحوثي استيناف المفاوضات في المدينة عقدت الجلسة الأولى للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة رئيس بعثة المراقبين الأمميين الفريق ميكل لولوسغارد وحضور وفدي الحكومة ومليشة الحوثي بعد نحو شهرين من التوقف إثر اعتراض الطرف الحكومي على ما أسمه بمسرحية إعادة الانتشار التي نفذتها مليشة الحوثي بإشراف المبعوث الأممي ناقشت طرفان مسألة تثبيت وقف إطلاق النار حيث قدم رئيس فريق المراقبين ميكل لولوسغارد مقترحا بهذا الجانب وشدد الوفد الحكومي على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار حول الانسحاب من موانئ الحديدة أبدى الفريق الحكومي اعتراضات صريحة على ما سمي بالانسحاب الأحادي من قبل ميليشة الحوثي من موانئ الحديدة وضرورة تصحيح مسار المرحلة الأولى وفق للاتفاق ومفهوم العمليات المتفق عليه وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب الرئيس ولمبعوث الأممي مارتين جريفث تبقى التساؤلات مفتوحة على كل الاحتمالات بشأن عودة الاجتماعات في ظل استمرار خلقات الميليشيا وتصعيدها العسكري في الساحل الغربي وهو ما قد يقلل من فرص نجاح هذه الاجتماعات ويعرق المهمة الوصول إلى تنفيذ اتفاق السويد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر